أفادت وكالة رويتز للأنباء أن رئيسة الأزراء البريطانية تريزا ماي كاتبت رسالة إلى الرئيس السن شي جنبينغ ورئيس مجلس الدولة السنية شريكو تيان للعراب عن رغبتها في بناء علاقات قوية مع سين ومن الدير بذكر أن ماي أرسلت رسالتها بعد تأجيل برنامج محطة هينكلي بوينت لطاقة النووية الذي وصلت قيمته إلى 24 مليار دولار أمريكي بسبب المخاوف من التمويل السني ما أثار سخضى المجتمع السني